موسيقى طبا مساءكم مشاهدينا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بصراحة كانوا أربعة إخوة هم الراحل محمد عمر حميد ورضا وقد عرفت هذه المجموعة بالكثير من الأغاني المتميزة منها شحلقة ذكمة صبر، الغزال، سيدي يحياء وفرحة نازينة غير أن الإخوان تفرقت بهم السبل منذ سنة 1992 ولم يعد يعرف فيهم سوى ضيف هذه الحلقة الذي استمر في مسيرة انفرادية عاد إلى الساحة الفنية من جديد بعد النجاح الذي عرفته أغنيته الأخيرة إفريقيا ماما أفريكا كما أطلع على عشاقه من جديد بأغنية هي هي والتي كانت أحدى أشهر الأغاني في سنوات الثمانينيات ضيفنا لهذا المساء اختار إعادة هذا العمل الفني بتوزيع وإقاعة عصرية جديدة تواكب روح العصر فدعونا نكتشف ما سيكون قلبي ما بقي سعفني حبل عضرة هبني حد ما داري بهمي وش حل من عموانين بني وهذا الضيف لتفكرنيش وهذا الضيف لتحمقنيش وهذا الضيف لتسيلونيش وهذا الضيف لتلومونيش بام بارمشا دسودان شكب ختم قيناويا شكب البردع ليا ولأجاج امعيني بام بارمشا دسودان شكب ختم قيناويا شكب ختم قيناويا ولأجاج امعيني موسيقى 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 وشكرا على الاستضافة ومرحبا بجمهور بكل صراحة على ميديان تيفي مرحبا بك معنا وأكيد معنا مشاهدينا كما جرت العادة الأستاذ أحمد دفري مستشار البرنامج وأستاذ التواصل والإعلام والناقد الفني مرحبا بك معنا أستاذ دفري أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد دفري مرحبا إذن مشاهدينا تتسم الأغاني الموجهة إلى فئة الشباب بمواصفة فنية خاصة سواء على مستوى الشكل أو من حيث المضمون وإذا كانت بعض النماذج من هذه الأغاني قد استطاعت أن تحقق انتشارا واسعا بين جمهور الشباب فإن بعضها الآخر لم يحالف النجاح وعجز عن فرض نفسه داخل مشهد غنائي يزخر بالفنانين الذين يحاولون إثبات قدرتهم على الإبداع ويسعون من خلال ألوان غنائية مختلفة إلى التألق والإقناع فما هي إذن المواصفات التي يمكن أن نميز من خلالها بين أغاني الشباب وبين الأنماط الغنائية الأخرى وهل من الضروري أن ترتبط أغاني الشباب بفنانين ينتمون إلى فئة الشباب أم أن مجال الإبداع فيها مفتوح أمام الفنانين من مختلف الأعمار بمن فيهم الفئة التي لديها تجربة غنائية أو غانية في الصاحة الفنية عبر مصار طويل من الإبداع وهل هناك أنواع غنائية معينة يقبل عليها الشباب دون غيرها وما هي الجوانب التي تساهم في إنجاح بعض الأغاني الموجهة للشباب وهل أضافت أغاني الشباب الحالية قيمة إبداعية للمشهد الفني أم أنها غيرت ملامحه في الاتجاه السلبي؟ وكيف السبيل لخلق مناخ فني مشجع يساعد على تحويل أغاني الشباب إلى دعامة قوية للنهوض بالمجتمع؟ قبل أن نجيب على هذه التساؤلات مشاهدين يستوقفنا تقرير الزميل الصحفي عبد صدق من عيسى رئيس التحرير بإذاعة البحر الأويد المتوسط الدولية ميدي آن فلنشاهد يبقى السؤال مطروحا حول الأغنية الشبابية هويتها أو هوياتها المتعددة قد يتعذر الحديث عن تعريف موحد للأغنية الشبابية في ظل اختلافها من بلد إلى آخر وكثرة تلاوينها وملامحها يفهم من التعريف الأكثر شيوعا للأغنية الشبابية أنها لون من الغناء يؤديه مغنون شباب ويتناول قضايا تعني الشباب بشكل خاص وهي أغاني تتميز بإيقاعاتها التي تبدي ابتعادا عن النمط الغنائي الكلاسيكي في المغرب المغرب العربي للأغنية الشبابية إيقاعات مختلفة تستوحى من إيقاعات التراث الشعبي وقد تستمد بعضا منها من إيقاعات غربية ولكن الاختلاف الأكبر بين الأغنية الشبابية في المغرب ونظيرتها في المشرق هو اختلاف في المواضيع التي تتطرق إليها في المغرب العربي على تلك الإيقاعات حيث تسخب آلات من زمن بعيد وأخرى حديثة هي الكلمات تصنع الفرق تتناول الأغنية الشبابية في بلدان كالجزائر والمغرب الحياة العاطفية ولكن بأسلوب الحضور الأقوى فيه للهجر والبعاد واللوم والعتاب المتبادل دون أن تغيب تلك الهموم اليومية للشباب الأغنية المصنفة شبابية يقول كثيرون عمرها قصير ولا تلبث تستنفذ ولكن السوق تطلب المزيد والجديد قد لا يكون صوابا كله هذا الرأي ولكنه يكاد يكون كذلك حين ينظر ولو بقليل من التماع إلى ما يروج من أغاني بين المراهقين والشباب هل تعكس نظرتهم إلى الحياة؟ هل تثير قضاياهم وهمومهم الحقيقية؟ أم إنهم يستهلكون كل ما يدفع به إلى السوق؟ تلك أسئلة أخرى إذن كل الشكر للزميل والصحف عبدالصدق بن عيسى على هذا التقرير طيب ربما في البداية نوضع إطار الأغنية الشبابية سيحمي داني ماذا نعني بالأغنية الشبابية من وجهة نظرك؟ شنو هي الأغنية الشبابية؟ تعريف ديالة؟ تعريف ديالها ما عندها تشي معنى أغنية الشبابية ما عندها تشي معنى لأن الأغنية الأغنية ما عندهاش ما عندهاش يقدر يكون العمر ديالها إلا كانت مخدومة زيانة ودامت عشرين عام ثلاثين عام وهذا كسيد اللي كان عنده خمستاش العام وفات ثلاثين عام لأن الأغنية ضخمة وفيها كلمة زوينين وفيها وحد الميساج زوين فكتبقى عايشة ودك سيد اللي كبر كيوالي ديما شاب هو را شاب من كيسمع ديال الأغنية سيبورسولا الأغنية الشبابية أنا ما كنصنفهاش كأغنية شبابية كنصنفها كأغنية كأغنية عصرية ديال هاد الوقت بصح شابابية شابابية راما كي كنقول أغنية شابابية بحالة كنصفوا واحد الفئة ديال المجتمع بلقي فون با بارتيم هاد الأغنية الشبابية انتو ما ما تسمعوش ما تشوش اليوتيوب ما تموسقوش ما تديروش نعم نعم لك هذا هو المشكل ديال فاش كنت طرحوا نقول أغنية شبابية وش كون يعني مسكنت تلقى بلات المستطلح نقدر نقوله بكل بساطة أغنية الجيل لأن الأجيال كان أعط kindergartعوا عليهم ليجينارأسيو ليجينارأسيو كان أعطstiération ولكن لا كنت نهضرش على الشاباب بحالة كنقوله أي واحد خلف سي نقوم بحالة شاباب ما كاوليش لديه الحق في قالوا يسمعوا لي تدوق في الحلم يعني أغنية نقدر نسمعه أغنية نبقى حلمه نبقى حلمه على الجنس ديالنا نسمع أغنية نقدر نتفكره الوالدة نسمع أغنية نقدر نتفكره نتفكروا الحب ديالنا اللول في المدراسة ولا في التانوية ولا في الإعدادية فالأغنية كانت بصم الدكرة يعني هذي تؤرخ لحدث معين وإذا كانت الأغنية مخدومة ملحين زوين وكلمات زوينين والمغني التهوى يكون مزيان فكنضن الأغنية كانت تبقى خاطرة وكتبقى خاطرة وكتعيش كتفرد رأسها الإخوان بوشنق في فترة التمانينيات كانوا تعتبروا من الجيل اللي كانت يغني الأغنية الشبابية؟ لا كانت الأغنية الجيل ديالنا ديالكم نعم وخانا را كان ديالوقيتها أنا بدي صغير وكعمري كانت عندي الفكرة ديال لأبروف أنا يداب عندي 48 عام وباقي شاب أكيد يعني باقي العطاء ديالي كيف كنت في أنا كان حس براسي هكا يعني بوشنق يمكن بحيط عشت في عائلة فنية يمكن عندنا تربية تقافية تربية فنية الوسط فني الوسط فني يمكن هذا اللي يجعلني أنني ما كانت قبلش عنا نقول أغنية شبابية نعم لا طيب أنا نتمنى أن أن تكون قاعد ما ندخلش هاد النقاش ديال هلاش أغنية شبابية وكما كانش عدنا قاعدة المشاكيل لأغنية ديال الجيل دابا نعم نظن ما عديش بقاعدنا هاد المشكيل لأغنية الشابة لا بالعكس عدي نقولوا نحن ويأغنية الشباب زوين عدنا كتفرحنا وكتفرح مجدامع ديالنا وزيدة بهالقدام وكاين ذلك التوازن توازن مهم بالحياة جيد طيب أستاذ دفري هوية الأغنية الشبابية هل لها هوية محددة أين يمكن أن نضع الأغنية الشبابية ومن يعني صنف هذا النوع من الغناء وعطاهت لتسمية ديال أغنية شبابية وهل يعني كاين أنواع أخرى من الأغنية نقدرون أن نقولوا أغنية ربما ما شي شبابية أو لا أعرف تحتي مسمى آخر نعم هو تقرير اللي قام به الأستاذ سعب الصادق بن عيسى كان أعطاه واحد جمعة ديال الملاحظات بخصوص الصياق اللي كانت كلموا فيه على ما يسمى بالأغنية الشبابية واللي أنا بنفسي كان كان نفضل نقوله مثلا أغاني الشباب أغاني الشباب بالنسبة لي ستكون أكتر دقة أكتر لأن لأن باش نربطها بالملاحظة يعني المحددة بطريقة دقيقة اللي تقدم بها سيحاميد بننتكلم على أنها هي أغنية ما مرتبطاش بمثلا بفئة عمرية وإنما مرتبطة بالحلم مرتبطة بالحلم دي الوحد الجيل في واحد لحظة معينة لكيكون ما زال عاد نغامر في الحياة بالشي اللي يتمنى هو أنه يحقو انتظارات في المستقبل وبذلك الأدوات اللي هو يتوفر عليها وبالمعرفة اللي هي بتأكيد ما كتكونش معرفة تامة وكاملة كيكون معا متوالي ديال السنوات كيزيد ينضج وكيمكني يزيد هو كالواحد الكلمة بدرجة مزيانة قل خاترة بمعنى أنه خامرة خامرة يعني هي هاد الأغاني ديال الشباب بنسبة لي أنا الهوية ديالها لماذا تتلقعت هاد تسمية لطبيعة الحال أحيانا ما معرفش كولي تلقى ما كتكونش ما كتكونش معروفة سي بورسولا اسمح لي استحمد سي بورسولا قبل قلت واحد الكلمة وكما كانش موشكل في الأغنيات الشباب ما نسميهاش أغنيات الشباب تماما الشبابية هناك يعني إشكال تروح على المشهد يعني داخل المشهد الفني لك ساعدين صح قادي تكون عندنا قادي تكون عندنا في عقلنا مصحة قادي نقول لها أغنيات أغنيات الجيل الجديد أغنيات المرحلة ولكن نكونوا فرحالين بيها لماذا نكونوا تنتقدوها لم يجلنا غير وقلصنا هاك أكيد يعني ركين وحد المشكل لك مؤخذات لك تحفظات يعني شنو عندك كمؤخذة على هذه الأغنية الحالية شنو الملاحظات أو انتقادات اللي يمكن تشوفها كفنان من موقعك وعندكم ما شاء الله تجربة طويلة جدا أنا ديما كنت ديما كنشوف في الميدان الفني كما بغي يكون في السينما في المصرح في الأغنية في فن تشكيلية ديما كنشوف الفن أنه أنه طريق عريضة مش طويلة مكن عريضة أنا كنشوف باللي الأغنية ديالجل كديقوها حلى رأسهم ديقونا الطريق مش ديقوها يعني رغم كانت زاحمة ولا كان بالعكس ما كانش منافع وشنو كين كون المنافسة أنا اللي بنسبالي اللي كان دابا في هذه الأغنية ديالجيل ما كنديروش أي فور بزاف ما كنش مجهود ما كنش مجهود كي كنديرو مجهود كنصنعو الروح ديالالأغنية نعم كنديرو المجهود مما كنديروش مجهود ما كنش الروح لأغنية ولهذا الأغنية كتولي بحلة تعبئة كنعمر بها فراغ معين أنا عيطوع عشرين درهم كملت نعم تعبئة نعم أغنية كنت تكمل فالأغنية لو كان كانت بلدك المعيار فاش كنت تتخدم هذي حالات ويمكن يمكن خدوا واحد الفكرة ديالالتكنولوجيا بواحد ندرة خطأة لأن التكنولوجيا نقدر نكونوا بها متقدمين ماشيح نجات عندنا التكنولوجيا المغرب باش هرست القيام القيام هرست الأخلاق هرست التربية التربية الفنية هرست الأخلاق دين الناس هرست الإحساس مع الناس هرست سيحمد نسلم عليه ولينا عايشين عصر ديال اللايك عصر ديال هاداك وش نلاس ومعقدين دهات درجة أنا بنات مخصوم بشيك في كسبوك باش الناس يكون جام باش ترشق له وشو لنا وشو لنا فينا مرض أن العطاء العطاء كي يقولك كي يقولك الأمم المقياس ديالها ولا المعيار ديالها هي تقفتها ويالأخلاق هي الأخلاق ديالها أكيد والأخلاق كتبديم التربية الفنية كتبديم المدرسة بين مين كتبديم المدرسة تنشئة الاجتماعية تنشئة الأسرية حناديش حالة تنعقل فاش كنت صغير مع الإخوان بوشناخ قلت نسمع بزاف عندنا بحل نقوله في العائلة ديما عندنا واحد العيالة اللي كيكونوا كبار الفلاج كي نقولهم محناد كيكونوا نعقل أنا في الصغر كانت واحدة من العائلة ديالنا كنت تقولي كنت تقولي يا سي تقول لي يا أبي حميد هنروح هنروح خدمشي بنوكا ولا خدمشي شي حاجة يعني الأغنية بالنسبة ليهم بعيدة غير مفكر فيها أغنية زيما غير ركح لايقة حلقة نعم مشت ماليش حالات مشت هذه الفكرة أن الأغنية غي غي هذه وهذه غي زيت شوية بحل أكدت المجتمع أن شي حاجة زيدة يعني أن الأغنية ما تبغيها ما تستهلكها يعني ما تفيت شريها طيب هذه بشي تسمعها باطل نعم سيد دفري يعني ماذا حصل للذائقة الفنية لذوق الجمهور يعني فعلا وش وحصل هذا التحول دي المئة وثمانين درجة يعني الأغنية الحالية كسرت يعني الأخلاق كسرت ذلك الأشياء الجميلة الحلم الجميل هذه الأسئلة بتأكيد أنها مستوحة من جواب الأول في غاية العمق بكلمات بسيطة ولكن تمس الجوارح والعقل لأنها تكلم على أحد الأمور التي في غاية الأهمية هي المسألة ضيق التي كان في طريق الأغنية التي تؤدي المستقبل وهو ليس نتيج على منافسة وإنما على اختيارات هذه الأختيارات التي أحيانا نقلب إليها في الوقت الذي لدينا إمكانيات كثيرة في الواقع وفي المجتمع وفي الطرط وفي الماضي وفي الطاريخ وفي ذلك التي نعيشها نقدر أن نلقع واحد المجموعة للآليات للتعبير عن طريق الأغنية يعني شفنا في التقرير وكذلك في التقديم الحميد نعم للترحيب به شفنا واحد المجموعة للأشكال الغنائية تمام فيها قناوة كين قناوة فولكلور بالمعناه الراقي ليس فولكلور بالمعناه الذي هو اكزوتيك وإنما بالمعناه الفني الراقي شفنا كذلك أغنية التي فيها توزيع بأدوات وآلات موسيقية جديدة اللي فيها ديفيزيو مزج ما بين ما هو ثوراتي وما هو عصري وشفنا كذلك حتى طبيعة المواضيع طيب هذا يقودوني لطرح هذا السؤوس الدفري قلما ندخلون تفاصيل أخرى أعمق المواصفات هذه الأغنية الشبابية دعنا نقول ما هي المواصفات ديلا منطلق من نكة ما قد فني الأغنية الشبابية هي بالتأكيد تكون مرتبطة مع ما يروج في العصر في ذلك المرحلة بالضبط وعادة ما تكون كتأثار كنت تكلم على التأثير ففي كل مرحلة من المرحل كتكون هناك موجات عالمية نعم وهذه الموجات العالمية كيحصل وحد النوع تأثير بها فنعطي مثال نحن في واحد المرحلة كانت عند نفس بعينيات واحد الموجة غنائية ديلا الأغاني ديلا الجيل اللي هي مجموعات صورات شعبية مثل ناس الغوان السهام الجلالة إلى غير ذلك شنو اللي يقع هذا الفراق كانت كنا نسمي مهافذك الوقت أغاني شباب ديلا بمرحلة نعم أغاني شنو عملت استغلت التورات على مستوى المحتوى ولكن على مستوى الشكل تأثرت بأشكال غربية تأثرت مثلا بالبيتلز تأثرت بالرولينج ستانس تأثرت بالبوليس يعني بغيت نقول لك بأنها تكون محكومة بايش فأحد مناخ عالمي تأثر به الشباب لأنك يكون متحمس أكتر وبغي ينفتح على العالم وهل كما نفهم وستدفري عفوا على المقطعة هل كما نفهم وكما هو متداول أن الأغنية الشبابية مؤدية لشاب ويخاطب في شاب بمتياز هل هذه هذا هو هذا هو الخطأ اللي ما خلصنا نسكتو فيه نعم وإحنا باش نصحوا هذا الخطأ وهذا المفهوم اللي هو مغلوط نعم الخطأ هو أنه كان أعتبر بأنه التعاريف اللي كتطرح لأن هذا مفهوم وهذا المفهوم كتكون فيه نقاش وحاوله كان واحد الحوار إذن الشاب الذي يغني قعد يغني أغاني اللي هي قديمة وهو شاب إذن سنقول له بأنه هو اللي يغني أغنية ديال السينيات سنقول له بأنه ليس شاب وهو وراء شاب إذن لا ترتبط بمؤدية أو مغنيها أو مضطربي هذه الأغنية اللي هي شبابية عنده علاقة بالسين يقدر يغني عندنا نحن في المغرب الشاب بطريقة وبأسلوب جديد أغاني ديال عبدالله بكالي ديال حسين سلاوي بتوزع جديد وبروح عصرية عكسيا كي يمكن كذلك واحد الفنان اللي هو عنده تجربة طويلة والمسار دياله مختمر يقدر يغني أغاني اللي هي مدة ديالها قصيرة جدا ديال ثلاثة دقائق وبتوزيع اللي هو يقدر يكون توزيع جديد اللي فيه نوع من الإضافات على الإرث الحضاري ديالنا ويبدع فيها وتقدر تنافس أغاني ديال اللي يغنيوها شباب إذن هنا قلت هدك واحد نوع من تفسير الخاطئ في الأغنية الشبابية طيب سيد حميد هل يمكن أن نقول أن لكل زمن ولكل فترة غنائية فترة شبابية لها غناء محدد أم ربما الأمر هنا يمكن مقل أسد دفري يختلف بعض المرات أنتم في المجموعة لكم الإخوة مشنق كيف كنتم تشتغلو تماما ذاك شدي بغت نقول لك كان بعض المرات نقدر نقدر نهضر على الوالدين نهضر على اللي كيكون في العائلة كيكون كبار يعني كان كبار الوالدين وكان الولاد نعم نعقل لنا في ذلك فرض عليها كيف نسمع ما كان فرض عليها ولكن بحكم أن التربية التقافية والتربية الفنية اللي عشنا فيها أنا ما يسمح ليش وخال وليد والإخوان دي ما يكونوا معايا ما يسمح ليش أنني نسمع شيء ما يمشي لننتل الاستماع غير الاستماع ديال النامات موسيقية معين نعم التهوة تغذي بها التهوة تغذي بها لنفسك وحتى هو تنسبي رامدوك موسيق يعني كيولي عندك واحد الباقاج مش يعدي تقول أنت نسمع الأغنية الشعبية حاصر غير الأغنية الشعبية لهذا قبيلا تقول على الطريق الطريق واسعة ما تضيقوهاش برئيك هذا الجيل هذا بماذا ضيق حاجة في الفن هي الدوق ما قدر نقول تشي واحد أنك عندك الحق لا تبغيه نعم وعندك الحق تبغيه حسن واحد أخر ولا تبغي لأخر حسن لأخر هذا في الدوق ولكن هذا المشكل أن نحس بأن نغي شي دوق التي تمشي وقاعد يأتي ويقوموا الأغنية الخليجية المغربية نعم فات جاء أغنية دي للرأي دارت البوز قاعد يدروا الراي لهذا ما تضيقوش موجة صيحة موضة ما تضيقوش الميدان الفني في أي بلد بغا في المغرب ولا في أي بلد الميدان شاسع وواسع سنعود نقطة مهمة جدا لغا باش نكمل فكرة دي على الدول بحال ده نشوف بعض الأغاني أمريكية اللي أنا سمعتهم سمعتهم في الخمسة والثمانيا حتى التسعين دابا ولا داروا 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 ميكس داروا داروا ميكس حلو لكي نحن لا نقرر صناعة الموسيقية لدي الأمريكان أو دي الأوروبا مع دي المغرب لدينا صناعة التقليدية لكن صناعة موسيقية ما لدينا صناعة موسيقية إذا تسمع الشاب يطلح على السنغل. هذا السنغل يجب أن نشارعه. ويجب أن نشارعه مع الغاسول. نشارعه مع المشطة. نشارعه مع العطرية. يجب أن يكون عندي في مقارنة. هذا ما نقول. آه. خرجتوا حتى السنغل. السنغل يجب أن نشارعه بغي الميزون ديسك. الماجور كما نقول. الماجور هم الميزون ديسك. التي يدرون توزيع. سأعود أستاذ حميد. إعادة توزيع أغنية ديرها هي. يعني شنوك الهدف من هذه الإعادة ديالتوزيع في هذه الفترة الراهنة. لكن ليس الآن. مشاهدين سنتوقف مع فاصل إعلاني. بعد ذلك سنعود لنستكمل النقاش في برنامج بصراحة. خليكم معنا. إذن نرحب جديد بكل المشاهدين وبكل من ضمن لنا لنقاش برنامج بصراحة على قناة ميديان تيفي. وقبل أن نواصل نقاشنا حول موضوع الأغاني الشبابية بين النجاح والإخفاق. لباس أن نلقي نظرة على بعض الأراء والمواقف من خلال ما استقته لنا كاميرا بصراحة. أغاني اللي كي يهتمو بها الأغلبية الشبابية هي الأغاني ذي الرأي. هي اللي كي ندابها حاليا. نرى أنواع كثيرة اللي ولست خرجة في السوق الأغاني المغربية صوات الشباب والأغاني الكبار ولكن في الموجة هذه الخرية يعني كتشوف واحد السيل للقوات الراب فهمتيني الراب بواحد بواحد الفرسيون اللي هي شوية مزالة جديدة فيها مخلطة في المتيري. السيل اللي دابطاء عن الشباب مشي نظرة شخصية تطلقى أنها متر راي لا متبع السرحاني بالحبيب غادا قادية حاوك. الراب ماروكان ولي حدام دابا كنا عدنا مغنين خرجو الفرداس بو بو حليوة خرجو خرجو بزب دي المغنين ولكن أنا بالنسبة لي عندي أنا حليوة والفردك يدووا في الواقع. الأغاني الشبابية دابا كنا كنا أول من راي راي ومشي أي راي ذاك السيل اللواي واي هذا أول كين حاليا. سيليم الساعة يطر دابا عندك الراي عندك الواي واي و كين القليل الناس كتلاحوا الراومبا والريقي كالقليل الطبقة الكبيرة كتصنشوا الراي الواي واي بو غلانستان الموضع التي كتتعال للأغاني كتلقا بزاف ديال إما على الحوب إما على الواقع المو عاش نافل المغرب بنا دم كيش خدمة ما كيش مهم شاحد بحاوك كالش كيدرو على دكش ديال الشباب دكش اللي كنعيشوف في الحياة اليومية بحل اشغان قوليك أخويا بزاف ديال حويش كينها كيدرو على البليا كيدرو على الإجرام الصريقة كيدرو على بزاف ديال حويش كينينما بزاف ديال الموادع ما كيش موضوع واحد ممتيني واغلب الموادع كتلقام بعد المراتي على شي واحد تفرق مع صاحب شو ولا شي شي غولاس حالو كل معاناة كيش الشعب الحريق البيطالة تهميش بزاف ديال حويش كينعيشوا احنا صارع هاشا بدك شي الراب بدك شي كين يدر عليه وكندون هو المسيطر على مسيطر على الأغاني كاملة كينين حاليا في المغرية بالنسبة الإبداع ما كتشوف غير كتلق كيلعبو بغية لانستريمو أما الكلمة كينساو بمسينة كيلعب غية لانستريمو شعوب كيدخلو محسو بهم كيدخلو مع الأعماق ديالجساد ديالنا ديالك الموسيقى منك أسمع كين مغنيين في الراب اللي أنهم زادوا بالنسبة الراب لقد لا تخصى الله دراب لو علاء غير أنه وحد أخرين عندك لاشا تخصى الله شباب اللي كيغاني وداب زادوا 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 بالفوليوم الأحسن يعني موجة وواحد لو قيتها قيت بشي قيت لها واحد ستيل أخر حيث ميمكن شبقها ديالش مسام إذن هذه مزموعة من الأراء وآراء اللي هي ديال الشباب وديال المراهقين بامتياز المغرب كيعيش مثله مثل باقي المجتمعات الأخرى كيعرف واحد أو على وقع ثورة فنية كباقي المجتمعات كتتسم بواحد الوتيرة سريعة في إنتاج هذه الأغاني ما يطلق عليها بالأغاني الشبابية سيحاب انطلاقا من هذه الأراء هل فعلا ما نسمعه من إنتاج فنية هذه الأغاني الشبابية هي واشتقليد 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 وفعلا هي ثورة فنية شنو برأيك ببعدك كن بعض الشباب اللي هضروا رمخصن اللي مهم لأنه هما عندهم محضلاج اللي فاق هكح اللي عينو قالوا واي واي نعم واشمتي وارادونك لهذا خسنو اللي والتربية الفنية إلا كان التربية الفنية ويمكن هذك الدري هذك اللي هذر في التالي قال لهم قال لهم إياك يشتي شاب وصغير وقال لهم ما كان نظن شهد واي واي عديدهم كما مادام واشل أخرين إذا عمر افتراضي يعني مدد صلاحية ستنتهي أكيد لا يعني شاب شاب في ذاك العمر وعي ولا واللي عارف في هذل وقيت ديالو أن أغنية كاتمشي وأغنية جي إحنا ما عرفنا هاش إحنا عرفنا الأغنية كاتتتخدم زيان ورجم هور هو تدول تتعطي له منتوج النقي أكيد زوين لنا منتوج منتوج بحل لدوة أنت طباب ما يعطيك منتوج هذا إذا أعطي الدواء سواء الدواء لا تتعطي فيك الكحبة لنعطي أعطي منتوج زوين في الموسيقى لا أمام الشيء كان المنتوج نعقل حناية فوق الإخوان بوشنا لم يكن ريزو سوسيو ولكن من نطرح الألبوم ديالنا كان محي ولجبل وعليش عملت على إعادة توزيح سمحلي السي حميد عش إعادة توزيح ديال شنو كان الهدف منه الهدف منه كانت رجوع الإخوان بوشنا سمت يعني كومباك باش نو رجوع الإخوان بوشنا كان هذا هو الهدف هذا هو الهدف والأخ ديالي محمد الله رحم وكان معي في ستوديو هو والأخ عمر وخدمنا الأغنيا ولكن أنا بنسبالي عدرا أن نحن قلبنا عنك المواجع وعذرا بالعكس لو اقتخالي يجلينا الجمهور يجب أن يعرف هذه المسائل سيرتون الناس يعرفون الإخوان بوشنا ويعرفون عائلة بوشنا ويعرفون حاملة بوشنا فأنا بنسبالي هذه الأغنية كنت في ستوديو بوحدي نخدم لشانسون ميكسي ما تقدرش تصوري كتسمع الصوت ديال أخو كوه ما معك فأنا بنسبالي كالحال أنا أخو الإخوان بوشنا وإنها أنا هو المعزوزي للعائلة فالأغنية ستكمل وش نقول لأنا حسنتي الفرق سيحميد أثناء اشتغالك للمرة تانية على هذه الأغنية هناك تمت فرق بين الأمس وليون حسنتي هذا الفرق لا كيف فرق يعني من لي كنتم تشتغلو اشتغلتوا عليها زمان هل نفس الطريقة للاشتغال وش حسنتي بشي مفارقة لا الفرق على المسول الإحساس على المسول الشغل الفرق الشاسع الفرق اللي اللي قدري يهبني هو هذا أن أخوك كان معك البارح وليوم راشمع وش فمتي أما الأغنية نحن مول فين نخدمه بستوديو نسمع الأغنية ونسمع نسمع الأصوات فمتي نسمع الصوت دي الأخوك واما معك فأدير راشي حاجة موسيقى يعني ريت مم رتقدر بارفو تكون خدام فيستوديو إلا كانت الإيقاع وهذا كانت ناشط صحيح وعذرا أن نحن وكان حير الجمهور اللي كيبغي الإخوان بوشناخ فهذه هدية من الإخوان بوشناخ نعم ذكر الروح دي الأخوان وهي عود هي ترح ومن عود على الأخ ديالي الفرح مونور يعني انطلقا من هذه الأراء ديال الشبب هل فعلا هذه الأغانية الشببية تلامس قضاياهم تجيب عن همومهم تجيب على انتظارتهم انطلقا بعض القضايا اللي تم يعني الإشارة لها يعني هناك من قال باليا يعني ربما المخدرات قال الهجرال يعني الحريق هل فعلا تجيب عن كل هذه القضايا مم وعليش تبدلو يعني الطيمات ديال الأغانية تبدلو يعني بهذا التحول نعم الجميل في الرابطاج هو أنه أولا تستهدف الفئة ديال الشباب بالضبط لأنهم المعنيين وهنا إلا بغينا نعملو واحد القراءة يعني نقضية نقضية سنرجع للكلام لقلسي حميد نعم إنه كين واحد المشكلة وأنه لا تحتاج اللومو واحد الفئة اللي اتربات في واحد المناخ اللي فيه هيمانة لأواحد الشكل غنائي مع عمرنا طرحنا عليه السؤال شنو هي قيمته الفنية واش صالح أو ما صالح هو بنسبة ليه هذا الشاب أو المراهق مدام موجود فوصلته لسهلاك جيد لأنه موجود إذا المتطالبات السوق تفرد إذا المتطالبات السوق تفرد هذه النوعية هذه وكين واحد اللي تكلم على بعض الراب مع كامل احترام الطاقات الإبداعية اللي كيتوفر فيها الشاب ولكن يمكن يأخذ على واحد الأشكال كونها أنها كتتكلم على بمواضع وبأشكال اللي هي فيها مس وخدش بالحياة مثلا العلني أحيلا ما يمكن تسمعها أنت وولدك اللي بغي تربيه تربية فنية أنت وولدك بغي تربيه اللي نوع لوحد ضوك ضوك كل ولدين تبغي الموسيقى أرى نسمعوه أنا وحد نوع الموسيقى اللي كتنقش قضايا دي الشاشة تهدب الروح تصمو بالنفس ما يمكن تسمعها لأن فيها كلام يعني يخدش بالحياة يخدش بالحياة وصوق يعني فيها كلمات اللي ما يمكن مبتدلة مبتدلة وفيها إشادة بعض السلوكيات اللي هي منحريفة ما يمكن أنت مثلا وولدك تقول لدي يجب الإشادة بالسكر العلاني مثلا وعليش يحقون نسبة المشاهدة عالية لماذا يحقون هذا البوز كما يصطل عليه وعليش هنا مشكلة بعض الأغاني اللي هي أصبحت فيما صف الأغاني العالمية هنا مشكلة هنا مشكلة لأنه في السياسات العمومية المتعلقة بالتدبير لدي الشباب كتكون اختلالات هذه الختلالات تكون نتيجة على اختلال في النظام الترباوي في النظام دي الأسرة اللي هي متفككة في الدوق الفني اللي هو يميل إلى تميع نقاشات وتسطيحها وتعامل مع أمور في إطارها اللي هو السوق يقدر يكون دوق رفع نقدر نربيه ولادنا على دوق رفع تماما مكانش إمكانية كينة مساحة أي واحد يقدر يربي ولاده على الدوق رفع نعم ربي ولكن أمام ما يروش في السوق سيحمل هذه الأسرة تربي الأولاد دياله على هذا الدوق الرفيع الراقي ولكن أمام ما هو كين متاح في اليوتيوب ما هو كين في السوق كيف سيعمل هذه الأسرة توازي ما بين اللي تروح في السوق بغزارة هذه الألوان الشبابية وما بين دوق دي الأسرة اللي هو راقي كان صعوبة يقدروا هي كان كان صعوبة لأنه لماذا كان هذا اللي جون لا يخصن للمهم أستسمح 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 نموذج الروح هذا اللي حضرني الآن لا بتقولك الروح شنو هو الروح ديال الفن الجيد والراقي اللي كيمتع العقل والوجدان كتكون عناصر شنو هي كيكون واحد اللحن مخدوم زيان اللي كي بعت فيك أحاسس يخاطر من شاعر ما شيجل ما 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 كي أطر فيك شك يعني يا كي بعت أحاسس وصافي لا كي تتحس بشي حاجة وكين صوت اللي هو كي يكون كي يتماشى مع المقام يطرب ويطرب ويعني فيه واحد شدو جيد وكين الكلام هذك الكلام هذك الكلام اللي تهو كي يكون كي يضيف للحن إمكانية ديال أن الدهن باش يشتغل ويزيد يحس بذيك اللحن ويزيد يتأثر بيه ولكن ما يمكن شيكون مثلا واحد الصدمة كتصدم من كتسمع كلام يكون إيقاع إلى حي الكلام كي يعطيني الرغبة للرقص ولكن من كنعمل كلام اللي فيه نوعا ما من الرغبة ديال واحد الشباب في التعبير عن المتعاض دياله مثلا من الواقع وبشي طريقة هو غيب غيبي بأن الواقع فيه مثلا مرير ومعاناة يعيش وقع مثلا بطالة يعيش هو هو يواجه العنف بالعنف يعني أنه يريد يتعامل بطريقة عنيفة مع العنف الذي يتمرس عليه ليس يتمرس عليه ليس يتعامل معه بوحد الثلاثة وإبداعية وحساسية هو يتعامل وعمل العنف هنا ربما الإسقاط يتعامل عملية إسقاط ربما العنف الذي يعيش يتعامل به نعم ناسي حمد في الموسيقى أحمرنا سمعنا اسمه كلاش المو كلاش هذا يتعامل في الرب كلاش في أي شكل يعني هالثقافة كلاش عند صحاب الرب والرب عندما كان أمريكان وانتشر في الدول الأخرين الرب مغرب حتى الرب فرنسي حتى الرب أستراليا حتى الرب أرجنتان الرب بريزينيا الرب ماروكا الرب ألجيريا الرب تونيزيا فرنسي الرب فرنسي نزل بهذا الفكرة أن الحاجة الوحيدة التي كان في الرب جيدة أن يمكن في الموسيقى يستطيع تستطيع 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 ولكن في الرب كان واحد الفئة للرب التي تنتقل على ستيله يعني الكتباء نعم كيف تعطي لهذا الليجون وإلا لاحظ في الصور الليش فينا ها واحد الليجون ما قدرش يعبر على المشاكل اللي عنده في المجتمع ما قدرش يعبر ما قدرش يقول لك آه أغاني يغنيوا القضايا دي المجتمع شنو هما القضايا دي المجتمع هموم يعني للشباب هو ما عرفهم نعم هو ما عرفهم عجز أنه واحد قال حاجة وحدة حيث أنه جن قال لك شي واحد مع صحف صديقته وراء هذا هذا يجب لأنه هو يجب لديه هذه المشكلة وشمتي طيب سوف نخرج من الأجواء النقاش وسمعنا مقتطف من موال إذا بغيتي نعم نحفو به عشاق دي الإخوان بوشناق نرجعوا شوية بكل فترة سلام عليكم شراف الله قدراكم ودمت عليكم نعمة وسرورها شكرا 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 جزيلا شكرا برك الله شكرا طيب أكيد نحتاج لآليات وطرائق للارتقاء بالأغنية المعاصرة التي نعيشها الآن في هذه الفترة سيد دفري ما هي هذه الآليات برأيك حتى نرتقي بالذائق الفنية الآليات مرتبطة أولا بالحاجيات والحاجيات مرتبطة فإننا نشخصه بعدها ما هي الخصص ما هي نقص بش يمكن كي مارس مهنة الفن وهي مهنة رقية مهنة كين للبعض يحاول أنه انطلاقا إما بسبب فكر موجه أو بسبب رغبة في التضمير أنه يقلل من الأهمية دياله فيكونه واحدة دعمة أساسية ديالبناء المجتمعي كي يحاول باش يقلل من القيمة الفن علما أنه أساسي إذن خصنا نعرفه تنوخصنا انطلاقا من الخصاص اللي كين حيث كين خصاص كثير لأنه هل قطاع الفني بالفعل هو مهيكل بشكل دقيق أم أنه غير مبادرة فرضية الفنانين في تعاملهم مع الساحة الفنية ويحاولوا باش ينضموا علاقتهم مع هذ المهنة انطلاقا من العقد من بعض المرات يعطي الكلمة بعض المرات يعملوا شي حاجة ومعندهم مش ضمانات مكي ضمانات مش هذ المشروع هذا كين مني كنقوله ضمانات كين ضمانات ممكن تكون أنا من الحكومة انطلاقا من واحد دعم واحد تجيع اللي هو قوي واللي كي يوجه يقولك احنا باغين هذ المرحلة الشباب دينا ولكن ما قد خضعش هذ الأغاني للرقابة وصد دافئ هنا قد لك حيث ما كنش ممهي كلاش شنو الرقابة الرقابة هي أن الان رقابة على المسوى الكلام فهمت شنو الرقابة بالنسبة هي أن إلا كنت ستمر عبر مثلا وسائل الهندام وسائل إعلام إلا كنت ستمر بساطة والآن السمارتفون اللي يسجل الأغاني في الحفلات وفي الأعراس وفي المقاهي يعني كيف ندير تغير رقابة ذلك شيء مؤثر هذه الأغاني اللي كنت نتكلم أليه مثلا ذي الرب علما أن الرب 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 راقي فيه دوق وفيه جهود يحاول تفني يشغل وعند رسالة يحاول بشي بني يعني مش جمع ولكن ربما نحرفوا يعني بعض منهم نحرفوا على هذا الاتجاه هذا كين أسماء اللي عندهم قناعة ما يقدرش نحرف ولو أنه يموت في السوق ولكن هذو كين اللي عندهم قناعات عندهم حتى من جمهور ديالهم وشنقدر يعطينا هذا النوع من الأغاني اللي هي ما تلتزمش بهذا الكلام المنطقة بهذا الألحان اللي هي راقية حتى بالهندام أيضا بعض الأحيان كنشوفوا مؤدي هذا الأغاني أكيد بسبوح اللي بس لي شوية ربما خادش شو يقدر يعطينا كسد هالنتائج أكيد سيؤثر على الضوغ نعم على الضوغ وأكثر من ذلك نعطيك نعطيك واحد الصورة واحد الصورة ما يكون مثلا واحد بنيويا واحد مجتمع ما فيش قوانين ما فيش قوانين كيقول كل واحد كيعمل ما بغاياك هنا كنسموها السيبة هذه كتسمها السيبة يعني فوضى إذا الأغنية كتعرفوا حد نوع من السيبة الآن كتعرفوا السيبة ما معنى السيبة بمعنى أنه ما يمكنش ما يمكنش تمرش يعني أنت ويصاية وتقول لي شنو غنعمل أنا عارف شنو إذا ما بكت ضوابط ما بكت معايير ما بكت قوانين كتحكم هذا الصوانين ليس بالمعنى ديال أنا اللي كنحدد كتقول لي ما يمكنش ماشي نتبو حدك اللي كتعدد كينا وحد هي حرية التعبير خطئة ممتفهم 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 بالمعنى ديالة صحيح اللي خطئة أن الشاب كيشوف راسي يقول كنا وخلط وخلط على التلفزيون ما يفوت وش لأغنية ديالي مشي ليوتيوب نحطها وهذاك كي إمكانيات ديال الانتشار سريع ربما لهذا لهذا الفنان محتاج للمادية أنا محتاج للتلفزيون تلفزيون محتاجة للفنانة وش يونتي نعم فس فرسا محتاجة أكيد لكن نقول أنا التلفزيون ديالي في المغرب معنا مشي نقدم جديد ديالي أنا فنان مغربي مشي للتلفزيون وتلفزيون عندها وحط لامباكت وحط لامباكت دير علش راحنا هنا بش بش كل امباكت قوي مستدقية توجد امباكت من يوتيوب أكيد من يوتيوب اليوم 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 لا تستطيع تغني بلايباك لا تستطيع تغني بلوتوتون تماما هذا قوانين قوانين أنا أختي خديجة مع كل مع كل توضع ديالي ومع كل احترام جميع الفنانة ومع كل احتراماتي لقاع القنوات ديالنا كانت عندي جولة في كندا ودرت فيستيبال انترنسيون طلعت مع ديجان اللي نعرفهم ها كان نشوفهم غيف التلفزيون فهمتي ومشيت لتلفزيون كانادية أول مغربي اللي مشيت لها تلفزيون كانادية أنا فاش ممشيت أعطوني واحد درس اللي حياتي كلها ولكن أعطوني واحد درس موهيم قدرت واحد الإميسيون ولي رسبونسا فاشعي طولي قالوا يليمسيبوشنا شنو عادي تغني نغني جوج أغاني غالك ما خصومش يفوتو جوج دقائق ونص لأن الإميسيون حنا خصنا غير باش ندير التقديم ديالك قعد تغني جوج أغاني ولكن لايف وخشي بغيتارة أنا أعطيت معي غيتارة ساش وأعطيت معي الفلوتيس ديالي في موريال هو واحد البركيسونيست مغربي وغنيتي لايف لأنه ما بنسبة ليه هم أنا نقولك على التلفزيون كان يقدر يسهلوا على رسوم يقولك عطاني السيدة وفوت كدباء للناس يدير لهم بلايباك وحاجة أحد أخرى ومن يخص الفناني يشتغل على المصداقية يديرين منوع منوع أنه يقدم منطوش دياله بلوتوتوين من منوع عفتي ما هذه هذه القيمة هذه القيمة الاحترام والقيمة الحلول الحلول نجيبهم من فوق ما رسالتك لكل الفناني الآن نريد أن نكمل الغيب وهذا ما نحن فيه هو الذي سألتك 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 ولكن هذا ما نحن ندرك في الفن المغربي سألتك بصريحة العبارة الآن نعطيك واحدة صورة كما قال سيحمد قبيلات أنا أعطيك واحدة صورة آخر نعطيها الجمهور يمكننا أن نرى فنان كان لقاء الجمهور التحت والجمهور يرى فنان هكا هذا يقول لنا بالتحدي لا يقول لنا لا يقول لنا لا يقول لنا الفنان في المهن الصال فوق لا الفنان ولا تحت نعم لأن لأن لم يكن تشمع عيار أغاني هكا اللي نقولوا آه زادوا في المجتمع شيء من الأسر طيب رسالتك رسالتك سيحميد الحاجة أونترقية مولا بين قوسين الحاجة اللي تزاد في الأغنية أنا أنك نقول آه وصلنا الدرجة وصلنا الدرجة للخاليج ما لمصلتوا الدرجة للخاليج رسالتك في اختصار وصلنا أباكا نمجتي حميد لأنه مهمة هذه القضية نحن عدنا اللبس دياننا عدنا نرجو لتقفتنا بطبيعة الحالة هذا ما حقنا حقم السرع نحن نرجو لتقفتنا لابد أكيد حقم السرع إلا ما كانش عدنا إلا ما كانش عدنا عادين ننكره أصلنا إلا ما خدمناش بهذا يعني عدنا 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 فوقلور عدنا عدنا إقاعات عدنا عدنا زي عدنا بزاف الحوايج اللي ينقدروا كنبانو أجي إننا نحن 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 أجيب البنايات والعمران نحن نختار نحن نستطيع أدرك أن الوقت الآن أنا أمسخي أدعو جزء ثاني حلول يكونوا بزاف إن شاء الله نتمنى نتمنى أن نديروا واحد الحصة لا نكون فيها غي أنا نكونوا بزاف فهذاك يمكن هذا هو هذه المسؤولية دينا عندنا غير على هذا الفن على هذا الشابب لنا تنعدي ولادي تنخف على الجيل شكرا جزيلا ممتنة لك الفنان حميد بوشنق نورتنا شكرا مع كامل المتنان شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد دافري على كل ما تفضلت به مشاهدنا شكرا لكم على وفائكم شكرا أيضا لفريق العمل وأنا على وعد اللقاء بكم غدا في نفس الموعد دائما بصراحة على قناة ميدي أنتب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر